من مصادر الطاقة تعرفنا في اللقاء الماضي اللي هو على النفط اليوم هنأخذ الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي نعرف ما هو هو عبارة عن خليط من المواد الهيدروكربونية المتجمعة أيضا حتى هي في باطن الأرض لكن الميزة بتاع الغاز الطبيعي إنه دائما أحيانا يكون مادة منفصلة مستقلة في ذاتها أو يكون متصل مع النفط أو يكون متصل بالنفط فأحيانا نجد كثير من حقول النفط مرتبطة بالغاز الطبيعي عندنا مثلا في ليبيا كيف حقل زلطن حقل زلطن نعرف أنه نحن يحتبر من أكبر الحقول عندنا في ليبيا ويحتبر حقل نفطي لكن بإضافة إلى أن حقل نفطي أيضا يحتبر مصدر أو حقل أيضا غازي فبالتانية تم استخراج الغاز أيضا من نفس هذا الحقل لو تعرفنا على أهمية الغاز الطبيعي نعرف أنه في فرق ما بين النفط والغاز الطبيعي بحيث أن الغاز الطبيعي دائما يكون أكثر نظافة وأسهل في الاستخراج من النفط فلو خدينا مثلاً أهم مميزات التي دعت إلى استخدام الغاز الطبيعي ليش بدأ العالم يتجه أيضاً للغاز الطبيعي أول ميزة أول حاجة سهولة استخراجه ونعرف إحنا دائماً الغاز يكون مدفع من باطن الأرض إلى السطح فبالتالي سهولة استخراجه سهلت وجعلتها كيف ما نقول شنو أيضاً يحتبر مصدر من مصادر اللي هو الاهتمام ليهتم بها العالم نظراً لسهولة استخراجه فبالتالي تكلفة استخراجه تكون أقل حتى من النفط إذن أول نقطة التي دعت إلى استخدام الغاز الطبيعي إن أول شيء هو سهولة الاستخراج ثاني حاجة هي انخفاض أسعاره فشيء طبيعي بما أنه سهولة الاستخراج متاعها نظراً لأنه يكون مندفع من الأسفل إلى السطح فبالتالي ستكون عملية تكاليفة أقل فبالتالي سيتميز بانخفاض أسعاره مقارنة بالنفط فبالتالي يعتبر اللي هو من مصادر الطاقة المنخفضة الأسعار أو قليلة الأسعار لو خذينا أيضاً الميزة الثالثة اللي يتميز بها اللي هي سهولة الاحتراق سهولة الاحتراق متاعها سريع الاحتراق يعني لو نجي نبحث مثلاً لو قارنناه بالفحم الحذري سنجد يتميز الغاز دائماً لاحظناه حتى في المنزل دائماً يتميز بسرعة كبيرة جداً في الاحتراق إضافة إلى أنه يحتبر مصدر طاقة نظيف مصدر طاقة نظيف يعني أنت لو تجي مثلاً في الحوت وتولع الغاز وتجي تولع الراسة متاع الغاز مش هتلقى دخان منبعث يعني لو لاحظنا مثلاً لو خذينا مثلاً الفحم الفحم بمجرد ما يحترب يبدأ يخرج منه الغازات الضارة هي كيف أول اكسيد الكربون غير كامل احتراق أو تاني اكسيد الكربون وغيرها أيضاً مثلاً السيارات مثلاً اللي هو مثلاً النفط مثلاً البنزين أو الجازة أو اللي هو الكيروسين سنجد لو استخدمناه ستخرج منه مكونات ضارة اللي هي مثلاً كيف الرصاص كيف أول اكسيد الكربون تاني اكسيد وهذه كلها غازات خطيرة تسبب الاختنام في حين نجد أن الغاز يتميز بأنه نظيف يتميز بأنه من مصادر الطاقة النظيفة بدليل أنك مثلاً على سبيل المتال لما تقعد مولع سيارة وطف فيها أو تقعد يليها حتشم رائحة البنزين مباشرة للفحم حتشم رائحة الدخانة بتاع الفحم لكن الغاز لما تكون مولعه وهو في حالة احتراقه مجرد ما الطف فيه لا تجد أي رائحة فبالتالي يحتبر من مصادر الطاقة النظيفة لو تكلمنا على الاحتياط من الغاز في الوطن العربي حتش أن الاحتياط يحتبر كبير جداً في الوطن العربي ويصل الوطن العربي يملك من الاحتياط حوالي 20% وهو يأتي في الترتيب الثاني بعد اللي هي المكان يعرف بالاتحاد السفيوتي السابق فبالتالي يأتي في الترتيب الثاني عالمياً ويحتبر هذه الكمية كمية كبيرة جداً لكن نجد دائماً إحنا فيه أماكن يوجد فيها الغاز في الوطن العربي لكن للأسف دائماً الاهتمام منصب اللي هو دائماً على النفط رغبة في المكسب اللي هو المادي أو نظراً لزيادة اللي هو توسع استخدام النفط في أكتر من مجال مقارنة بالغاز الطبيعي إذن يملك الوطن العربي احتياطي يصل حوالي 20% من احتياطي العالم أي بنسبة حوالي كم؟ أي بنسبة 30 مليار مكعب أي بنسبة 30 مليار مكعب وهو احتياطي ضخم جداً يكفي لسنوات أو لعشرات السنوات للأسواق يكفي لمدة عشرات السنوات للأسواق العالمية حنجد دوين يتركز أو أهم المناطق اللي تركز فيها الغاز الطبيعي حنجد نعرف أن الدولة العربية قطر تحتبر الدولة العربية الأولى حيث يوجد فيها مخزون نظر لأنها ممكن نقول هي الدولة العربية الوحيدة اللي تحتمد في إيراداتها على الغاز الطبيعي نظراً لفقرها للنفط فبالتالي تحتبر المنطقة العربية الأولى وتملك الاحتياطي الاحتياطي الموجود عندي في قطر يصل حوالي إلى 28% واللاحظ رغم صغر مساحتها إضافة إلى عندنا السعودية 16% نظراً لإهتمام السعودية بالنفط على حساب الغاز وعندنا الجزائر حتى هي من كبرى الدول العربية حيث تملك احتياطي حوالي 12% عندنا الغراق 10% الكويت 5% ليبيا 4% ثم عندنا مصر وسوريا 2% لكن نجد دائماً لو لاحظنا نحن في التركيز أو توزيع اللي هو الغاز أنه نجد أن الدول النفطية دائماً الغاز فيها رغم أنه يحتبر احتياطي كبير لكن نجد دائماً اهتمامها دائماً منصب على النفط وبالتالي حنجد دائماً أنه دائماً انتاجها النفطي يكون دائماً على حساب الغاز الطبيعي لو خدينا الانتاج طبعاً الوطن العربي ينتج كميات كبيرة جداً وبالتالي هذه الكميات التي ينتج فيها الوطن العربي تحتبر تكفي الأسواق العالمية إضافة إلى أن الغاز العربي أصبح كيف ما نقولون شونه محط أنظار أغلب الأسواق العالمية خاصة بعد ظهور ما يعرف بالغاز المسال اللي هو أصبح لها كيف ما نقولون نحن تجار أو أصبحت لها أسواق كبيرة جداً فبالتالي أصبحت كثير من اللي هي الدول تحتمد على الغاز المسال اللي هو كيف ما نقولون نحن كمصدر هام لها في الطاقة وتحاول نتحلها أو تخليه يأخذ محل النفط لكن مازال النفط هو كيف ما نقولون شونه هو المصدر الأساسي نظر لتوسع قاعدة الاستخدام امتاعها فبالتالي نجد أنه دائماً النفط الفرق ما بين الغاز الغاز ممكن يكون المجال امتاعها محدود عكس النفط اللي يكون دائماً المجال امتاعها متسح فيدخل في عدد من الصناعات يعني لو رجعنا ما بعضنا النفط قلنا يدخل في صناعات اللي هي مثلاً وقود الطائرات اللي هي يدخل أيضاً في وقود القاطرات في وقود السيارات اللي بمختلف أنواحها اللي هي الديزل والبنزين أيضاً في الشحوم اللي هي تستخدم اللي هي في سيانة عدد كبير جداً من الآلات وتحريك الآلات في عدد من المصانع الزيود بمختلف أنواحها ومختلف أشكالها فبالتالي اللي أعطى النفط أهمية إنه واسع لانتشار ومتعدد المجالات مقارة بالغاز الطبيعي طبعاً الغاز الطبيعي عندي نوعين نحن لما عرفنا نبدل الغاز الطبيعي يقولنا يكون مختلطيها منفصل إذن هنجد عندي نوعين من الغاز الطبيعي عندي الغاز الحر الغاز الحر اللي هو يوجد حق الخاص بالغاز فقط يعني ما يشترك ما يكونش معاه نفط يطلق عليه اللي هو الغاز الحر أو المستقل وهو يوجد مستقل لا يرتبط استخراجه باستخراج النفط عندنا بعض الحقول نحن عندنا في ليبيا اللي هو عندنا الحطية والتحدي وهذين يعتبرون حقول خاصة بالغاز فقط حقول خاصة بالغاز عندنا مثلاً عين صالح في الجزائر إضافة إلى مثلاً عندنا النوع الأول اللي هو الغاز الحر عند النوع الثاني اللي يسموا فيه الغاز المرفق الغاز المرفق وهو اللي يكون مرافق للنفط وهو اللي يكون مرافق للنفط يعني تلقى الغاز والنفط موجودات مع بعضهم يعني تلقان في نفس المكان لكن دائماً نجد أنه للأسف أنه يتم أغلب اللي هنه اللي هنه كيف بنقول اللي تكلمنا عليه اللي هنه الغاز أو حقول الغاز المرفقة بالنفط دائماً تشهد نوع من الأهمال النسبي نظراً للتركيز على النفط على حساب الغاز فلو لاحظنا أهم حقول اللي هي المرفقة اللي هي الغاز ونفط عندنا حقل الزلطن اللي هو موجود عندنا في ليبيا ويحتبر من أكبر الحقول أيضاً عندنا أكبر حقل في الرافدين اللي هو حقل كاركوك وهو يحتبر حقل اللي هو يحتبر حقل مرفق ما بين الغاز والنفط إضافة إلى حاسي مسعود وحاسي الرمل اللي هنه موجودات في الجزائر طبعاً عندنا كم كبير جداً من الحقول المرفقة وعندنا أعدات كبيرة جداً من الحقول الحرة لكن نحن نكتفي بعينات لبعض أو أهم هذه الحقول إذن قلنا عندنا نوعين من الحقول إذن ينقسم عندنا الغاز غاز حر وهو الذي يكون مستقل يعني حقل خاص بالغاز أو مرفق يكون مصاحب مع النفط يكون مصاحب مع النفط لو لاحظنا مثلاً عندنا هنا خريطة ممكن توضيحية للغاز يعني ممكن اللي هو التبيين الغاز المرفق لما دوينا بدري والحر دائماً نجد معاً لش لو لاحظنا هنا حق النفطي حق الغاز حق النفطي حق الغاز اللي هو اللحظ المتلة الأسود والمتلة الأبيض اللي هو حق الغاز هنجد دائماً للغاز دائماً مرفقات عما بعضهم في الغالب ريت هنه مثلاً عندنا الواحة هذا عندنا موجود في ليبيا هذا غاز وكب ما نقول إحنا غاز ونفط أيضاً عندنا في الركن اللي هو الجنو اللي هو كب ما نقوله وسط ليبيا في الناحية الغربية أيضاً هنجد اللي هو عندنا شنو اللي هو غاز اللي كيبا قلنا غاز ونفط مرفقات ما بعضنا إضافة إلى بعض الحقول المستقلة اللي هو مثلاً عندنا كيف حقل عندنا مثلاً حقل اللي هو حاسي الرمل أو ما يطلق عليه حام بالرمل أو حاسي الرمل باللغة العربية وطبعاً هذا يحتبر حقل خاص بالغاز فبالتالي هنجد يا أما يكون مرفق مرفق كيف بهذا الشكل غاز ونفط ما بعضل أو يكون حر هنجد كيف هذا غاز بروحة ونفط بروحة فبالتالي نجد النوعين كلاهما موجود في الوطن العرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر